فجاع أخيرا الآية دي بتحير الناس كتير هل المسيح جاع خل الشيطان يشك فيه هو أنت كده بقى أضعف من إلي النبي ده إلي النبي صام أربعين يوم وما جاعش وكمان أضعف من موسى النبي موسى مقصم ممكن مرتين ثلاثة أربعين يوم وما قالش كتابنا هو جاع يجي عند المسيح يقول لك جاع لأ هو جاع عايز ينتصر على الشيطان ويظهر حاجة خافية إحنا مش فاهمينها إن إيه بقى كل ولاد ربنا اللي يحتموا فيه يقول لهم ما تخافوش من الشيطان ولا من الحرب الحرب قوية والكتال صعب والنصرة غير يعني مضمونة لكن ولاد الله نصرتهم محفوظة عشان ده الولادي فالمسيح تلع مخصوص على الجبل يقول لك قادر روح عشان يبدأ يحارب إبليس عشان يزر إن هو جوعان عشان ينتصر على الشيطان عشان يقول لنا كلنا كل اللي يمشي معايا نصرته محفوظة مضمونة كل ولاد ربنا في يدي لا يقدر أحد أن يخطف من يدي عشان نفهمها ببساطة كده يعني أن نمسك نبوءة من الأسبوع دوت الأسبوع التاني من الصم نبوءة مثلا مع إنجيل الأداس ونفهم الغلبة مضمونة إزاي والأباء عملوا إيه وربنا عمل معهم إيه مثلا ناخد أول حاجة أول نبوءة كده يقول إيه وسمع الله أنين شعبه في أرض مصر ونزل ليخلصهم يا رب نزلت تخلصهم دلوقتي وسمعت أنينهم دلوقتي يردوا الإنجيلي يقول إيه لأنه ناظر إلى كل الصارخين إيه وهو متمهل عليهم متمهل عليهم بقى أنت يا رب متمهل على الشعب دوت ربعمائة سنة ولسه أيم تفتكر تخلصهم وتنكزهم يقول أصل كل الشعب اللي عاش كان مبسوط بالعبودية لكن طلع منه نسل ومنخبة كده بيقنوا وبيصرخوا والناس اللي بصرخوا دولة تحفظوا عيالهم بصوا هنخرج هنخرج ده ربنا تكلم زمان أبونا إبراهيم قال له شعبك هيكون متغرب في أرض معرفاش ربعمائة سنة وهجرجع فما تخافوش هنغلب 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 بس أول ما يكملوا ربعمائة دولة أقل شوية هنطنع من أرض مصر فطبعا فيه نخبة وليلة جدا هم اللي كانوا بيصرخوا لكذا ربنا نظر لهم السماء قال ونظر الله إلى أنين شعبه لسه آيه تنظر يا رب بعد ربعمائة سنة من الزمن قال لك إيه وسمع عنينهم يقول الإنجيل بقى أفلا ينصر الله الصرخين إني وهوى متمهل عليهم متمهل عليهم يا رب ده أنت باك طويل قوي بس النصرة بتاعتك مضمونة تعالوا نشوف مثل تاني أيوب الصديق يصرخ وش أصحابه يقول لهم أسكتوا أسكتوا هو اللي مسني نزع تاجي من على رأسي حطمني سيج حوالي بس أنا هشوفه تاني من غير جسدي هتشوفه من جسدك ربنا يبصله كده لا 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 فإلى أباق جابوا حتة كده من أشعية تقول إيه تخافش ده أنتم قرم رب السباقوت أنتم محفوظين في يد ربنا أنتم بيت إسرائيل ورجال يهوزة أنت وربنا بيعذوك جدا قرم مشتهام زمان وربنا بيرعاها ويحرصها بنفسه كأنه عايز يقول لأيوب إيه ما تخافش أيوب من أصحابك أنت محفوظ أنت من بيت إسرائيل يعني الناس اللي شافوا الله وأنت كمان من رجال يهوزة يعني أنت بتحمد الله بتعرف تحمد بتعرف تشوف الله عشان كده قال في وسط التجربة بتاعته هعود وهنزوره حتى لو من غير جسدي قالوا لأ هتنزوره بجسدك هتنزوره بجسدك بس يستنى شوية لما تنجح التجربة وإيه عشان كده يجي بقى في الإنجيل بتاع الأداس يقول له إيه قال يسيب ربنا شعبه يخور في السكة جعانه لازم يأكله لازم يأكله وشبعه فإيه يجي ربنا بقى يتكلمه لألا يخور من قطر التجربة والألم والدقات يجي ربنا شبعه ونطقه وقال له ما تخافش إذا كنت أنت واسك هتشوفني من غير جسدك فأنا بقول لك هتشوفني بجسدك وطمينه ربنا لألا يخور في الطريق من شدة التجربة وصعوبة الألم وحرب الشيطان تعالوا ناخد مثل تاني راح موسى قال إيه ينزل وسط شعبه فضل يكون عبد أفضل من يكون ابن في أصر فرعون ونزل لقى واحد مصري راح أتله عشان غلب واحد يهودي أو يعني ظلمه يعني فجي تاني يوم ينصف واحد بقى يهودي مع يهودي فالمغلوب عليه الغالب يعني قال له انت عاست يتني زي بتلت مبارح المصري قال الأمر من أقامك قادياً ورئيصاً علينا اشتاء موسى يكون رئيص ويخل الشعبه بس ربنا قال له الشعب ده وتمستهلش دلوقتي استناني شوية تعالوا بقى قولك تخلص مين فرح خلاه يهرب لبرية سيناء بريد سيناء راح اند البير لقى بنات يصرون الكاهن يعيني مطرودين ومغلوبين ومش عارفين يسئل مية ولا يسئل غنم راح موسى نصرهم وسقاهم وسقا غنمهم وتجوز واحدة منهم وعاش عندهم لقى لما أربعين سنة يتعلم بقى رعي الغنم عشان يروح ربنا يكيمه بنفسه رئيصاً وقاضياً لأن الشعب لم يكنش رفض رفض يعينه رئيسه قاضي معينه ابن فرعون ومنهم وفي يده سلطان وكان ممكن يعمل حاجاته ويخلصهم لكن يقول بقى أن يبقى الويل للفهماء في عين أنفسهم اللي فهمين أن هما نصحين وأسكية الويل ليهم دول فربنا خد موسى من وسط الناس دول ورح وداه لوحدة غلبانة ومجموعة غلبانة عازت تتنسر نصرهم وبقى خاضي عليهم لغاية لما حسوا بالمزلة ورجع له موسى ثاني بس بطريقة تانية في وقت تاني لما كان الشعب بقى استوى وموسى استوى وينفعوا يشتغلوا مع بعض ربنا ليه خطة عجيبة قوي بس يقول لنا النصر محفوظة والغلبة مضمونة لكل اللي يمشي معنا تعالوا نشوف مثل تاني أشعية النبي لقى الشعب مش عايز يسمع كلامه وينفس كلامه وصيت لربنا فراح لرهيكل ريح في نيته وقال لربنا أنا مش أشتغل معك شوف حد لشعبك ونبي غيري أنا مش أشتغل معك فدخل الهيكل راح ربنا اللحقه ومسك قلبه عشان يرجعه يشتغل مع الشعب فأول ما دخل الهيكل وهو يعني بقى عايز يسلم الخدمة راح شاف مجد الله وأزياله تملأ الهيكل فراح وقع على وشه خلي بالكم أشعية شاف مجد الله وبعدين سمع صوت تسبيح الصرفين وبعدين شاف ملك تاني جاي بجمرة من عند المسبح ومسي شفتي وقال له أنت طهرت وبعدين سمع صوت ربنا مرة تانية قال له عايز واحد يشتغل معايا أرسل مين قال له أنا يا سيد رسلني شفته الحلاوة فكان ربنا ماسك قلبه عايزك تغدل معايا ونصرتك مضمونة ما تخافش من حاج المهم بعد ما ربنا قال له طب تعال بقى أرسلك لو واحد بقى يفكر ربنا هيطيب قلب أشعية ويخلي الشعب يسمع كلام قال له روح روح قل للشعب عندكم عيون ومش هتشوفه وقزن مش هتسمعه بالغاية لما تخرب بلدكم طبعا لو أنتم مش عايزين يا رب بعد الحلاوة دي كلها لانا شفتها وسمعتها تروح ترسني للشعب طلهم مش هتشوفه مش هتسمعه لطل لما تخرب بلدكم يقول أصلا ماسك قلبك انت انت دلوقت اللي عايز تشتغل معايا وانت دلوقت اللي أمين على بيتي يرد للإنجيل يقوله الشاب الغني يقوله يا رب أعمل إيه عشان أكمل الوصايا قال له بقى نقصك تقص غير كده بيع كل المالك وتعالى تبعني فكان غني جدا فمضى حزين هذا الغني قال له زي يسيب مالي ده بعد على طول نلاقي بطرس يقوله هأنا رب قد طرقنا كل شي وتبعناك هتدينا إيه قال له ما تخافش يا أخويا هتخافش هتاخد مئة دعفة هنا والحياة الأبدية هناك ولما نخلص جسة الفداء والخلاص هجلسكم على قراسي وتدينه أصباط بني إسرائيل الـ 12 هتكون حكام معايا وتدينه الناس فكأن ربنا مسك قلب أشعية وقال له ما تخافش من الخدمة الصعبة دي ومن الناس اللي مش عادي يسمعوا الكلام والناس اللي عصاها خليك أنت معايا وأنا هديك أجر زي التلاميذ الإديسين دولت وهديك نعمة يسموا أشعية الإنجيلي الخامس لأنه لأنه النبوء بتاعته وكل السفر بتاعته يعني عايز أقول كشف في المسيح بتاع العهد الجديد بس كان مستخبي في السفر وتكلم عن المسيح بتاع العهد الجديد لكي يقول وأشعية دوت الإنجيلي الخامس فربنا مسك قلب وقال له ما تخافش يشتغل معايا ونظرتك مضمونة ومحفوظة واتغلب بتاع لو ناخد مثل ثالث لأن الحرب ديت صعبة قوي حرب مع الشيطان فاكرين كسة داود وجليات داود أبوه يبعث يشوف أخواته وسلامة أخواته يلاقي واحد بيعير صفوف الله يغير داود من هذا دا ليعير صفوف الله جيش الله مين يقف دا مجيش الله انت مين انت فقال له انت تأتيني بسيف ورمح ومزراق وأنا أتيك باسم رب الجنود اسم رب الجنود دا يا أخويا وشافه بقى جليات الجبار أشقر الوجه وصاب صغير ومسك نبلة وحجر قال له انت فاكرني كلب تعالى تعالى قال له لا دا ربنا يحبسك في ايدي اليوم وزي ما انت طالب تخلي لحمي لتيور السماء انت حكمت على نفسك وعلى شعبك هنخلي لحمك ولحمي شعبك لتيور السماء راح دخل بالنبلة والحجر الحجر دا يقول عليه هو المسيح حجر الزاوية بقى راح مسك الحجر وجيه بين عينيه راح وقع على وشه وراح جيري داود خد السيف من جنب شاول دا جليات وراح قطع به رقابة جليات ومسك ها في ايده كل الشعب هاج وماج وجيري وهرب كل إسرائيلين جيري وراه ينتصروا وياخدوا الغنيمة عايز يقول الكتاب عايز يقول دا قود الحقيقي أول ما ينتصر على الشيطان يدينا قوة نعرف ننتصر على أعداءنا ويهربوا من قدام عينينا وإحنا نجري وراهم وناخد غنيمتهم وناخد مكانهم مش كده ويدينا الغلبة لأن النصر مضمونة ويحذرهم في نفس النبوء النبوء بعدها في التسنية يقول لهم خلي بالك احفظ الوصية ويمشي وراه عشان تنولي النصر والبركة بتاعة الأرض خلي بالك جميلة قوي الحتة دي بتاعة سفر التسنية يقول له ايه ربنا يقول له على سن موسى ربنا طلعك من أرض مصر أزلك وأجاعك لكي يعلم ما في قلبك ولكي يطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا أباءك ورحم زود موسى لأنه يا ابني خلي بارك ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله جين ربنا نطق موسى في العاعد اليدين بالآية دي شلم يطنع على الجبل يقولها نفس الآية نجي الشيطان يا حرب يقول له انت جعت بني عليك بل نعمل الحضر ده بقى خبز وتاكل وتسريح شوية كده من الجوع رح قال له فقرب بالآية بتاعت موسى ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلام كل ما تخرج من فم الله لما تحفظ الوصية كأنك حفظت المسيح جواك لما تنفذ الوصية كأنك نفست وامري المسيح لجواك لما تمشي ورا المسيح وتقول له حاضر ونعم كأنك خدت كوة ونصر على الغالبة فكسة المن دوت أعطمك المن لكي أزلك وأجاعك عشان عايز يختبره هيأكله حاجة من السماء هيجي حاجة كبيرة فالإنسان اللي فينا هيجي في العهد الجديد يقول مش تقدر صمي يا بونا ممكن نأكل سمك زي بعض بس صوم يا عم طب ممكن أنا تعبان ممكن نأكل صوم يا عم يخل الجبنة طب ممكن شرب وش عارف إيه عايزين يسوم وخلاص ننسي الكوة بتاعة الآية بتقول إيه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله منساش مركة واحدة كده حامل وضعيفة يعني في الجسم والدكاترة بيقولها لازم تفطري ولازم تاكن وهي مصممة وجوم يتحايلوا علي ست تفطري عشان خطير وتقول أبدا يا بونا ما تشجعنيش على كده سيبنا صايمة طب ما أنت تعبانة أنا هتصرف يا بونا مليش لعبية وأمها وكل قريبها لازم تفطري يعني مش هفطر يعني مش هفطر هصوم يعني هصوم وصامت وجابت البيبي كويس ولا في أمراض ولا في حاجة لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله الإنسان اللي يصدق الوصية ويمشي وراء المسيح ما يخافش ولا من جوع ولا من عطش ولا من مظاهر ولا من أي حاجة لأن النصرة اللي يمشي وراء ربنا نصرته محفوظة ومضمونة وياخد الغلبة ياخد الغلبة عشان كده إيجي بال إنجيل بتاع النهاردة يقول خلي بالكم المسيح جاعة عشان جوعان لغلبتنا وانتصر لأنه ادانا نصرته ونزل يقولك الشيطان تركه إلى حين يعني وراك وراك مش يسيبك يعني الشيطان حتى لو ربنا ادانا الغلبة والنصرة مرة واثنين وثلاثة لكن الشيطان يعز وليه مش يسيبك مش يسيبك الحرب ومستمرة لغاية لم يحد من الاثنين يقبض علي لما يقبض علي أنا واخلص منك لما ربنا ياخد روحك وطلح السماء وانا مش عارفة ادطولك فحاجة من الاثنين بقى فكأنه يجي في داخل بقى الانجيل بتاع النهاردة يقول ايه وجاءت الملائكة ايه تخدمه هو أصلا الملائكة ثابته ما ثابته بس الشيطان اللي هو اتغلب دوت واضطرد قال له امشي من خلف يا شيطان يلا امشي فتركوا الى حين لكن شاف حاجة غريبة شاف فيه ملائكة بتخدمه بتخدمه هل بس عملت له أكل مثلا جبت له أكل من السماء ساقيته مثلا مية من السماء هتجيب له أكل من الأرض ولا من مش عارف ايه لحصل انا اعرفش بالزبط بس كل اكتاب قاله وجاءت ملائكة تخدمه فاضغاز الشيطان مين تطلع مين انت بقى نفس عرفك مين فكان شيطان طول حياة المسيح على الأرض مغلوب مش قادر يفهم المسيح هل هو إنسان عادي ولا هو إله شوية يظهر يظهر نفسه أنه هو إله وشوية يبقى بالضعف الجسدي والضعف الإنساني عشان يقول لنا انا خدت كل لليك عشان اديك ايه كل للي واللي يمشي معايا يبقى يضمن هيكون بقى المسيح بتاعنا هو موسى الجديد اللي يعبر بينا البحر ويأكلنا المن من السماء وينتسر ويأكلنا الخبز اللي نازل من السماء لم نكن نعرفه ولا أبقنا يعرفوه مين فينا كان يتخيل إن ربنا يدينا جسد ودمه بخبز وخمر حدش ادينا من لم نعرفه من قبل أكل لم نعرفه من قبل ولا سم عنه من قبل ولا أبقنا سموا عنه من قبل كده بس عشان نكون صادقين ودقيقين في الكلام قالوه برموز خفية في العاد القديم وبردك ما كنوش فاهمين وعملوا حاجات بتشاور على الخبز والخمر وبردك ما كنوش فاهمين زي ميدة الوجوه كده خبز وده معنيهم مش قادرين يأكلوا منه ملك صادق خبز يعمل زيه وكذا كذا في كذا موضوع كده في العاد القديم بيشاور لكن ما كنوش فاهمين فدهنا المن النازل من السماء الذي لم نكن نعرفهم ولا أبقنا سموا عنه ولا حد يصدقه ولا حد يقامن به لأنه عايز يقول ايه كل اللي يأكل منه له حياة أبدية ينتصر على الشيطان هنا ويكمل معي فوق ربنا يدينا الغلبة والنصرة له المجد الدائم تفضل ترجمة نانسي قنقر